نذهب إلى تلك المراجعة مراجعة صورة النجم يقول ربنا تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما يظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ما نوع الواو في قوله تبارك وتعالى والنجم وما المعنى وما معنى إذا هوى الإجابة قوله تبارك وتعالى والنجم الواو هنا واو القسم يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجم فما المراد بالنجم النجم إما أن يكون المراد منه هنا هو جنس النجوم أو أن يكون المقصود منه هو الثرية وهي مجموعة نجمية معروفة لكثير من الناس إذا هوى يعني إذا غرب أو انتفر يوم القيامة قوله تبارك وتعالى ما ضل والنجم إذا هوى أين جواب القسم وما معناه الإجابة جواب القسم في قوله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم والمعنى ما عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصد الحق ولا مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الحق ما المقصود بقوله صاحبكم من المقصود ولمن الخطاب فيها الإجابة صاحبكم المراد به هنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب في الآية لقريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبر سبحانه وتعالى بلظ صاحبكم والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صاحبهم طوال أربعين سنة لم تشبه شائبة أو شيء يخل بالمرؤة ما المقصود بقوله تعالى وما غوى الإجابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع في اتباع الباطل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع في اتباع الباطل فالغي الذي هو ضد الرشد فالضلال نقيد الهدى والغي نقيد الرشد أو أن المراد بالضلال الذي يضله هو لا يعلم الحق وأن الغي أو الغي هو الذي يضله وهو يعلم الحق أي هو مهتد صلى الله عليه وآله وسلم هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال وإلى الغي تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الاتهامات وابتعد عنها ابتعادا كبيرا على ما يعود الضمير في قوله تعالى علمه الإجابة علمه علم النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالضمير مش بنقصد به الفاعل الفاعل موجود في الآية إنما الضمير اللي هو الضمير اللي قدامك ده اللي هو ضمير ألهاء هذه ألهاء هذه في قوله في قوله تبارك وتعالى علمه علم مين سيدنا جبريل علم مين حيقول لي علم محمدا فمحمدا اللي هو سيد محمد صلى الله عليه وسلم هنا مفعور به ولكنه محذوف جاء بدلا منه بالضمير اللي هو ألهاء هذه فالهاء هذه تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمه شديد القوى المسألة التالية ما معنى شديد القوى من هو شديد القوى من المقصود بشديد القوى الإجابة أبنائي وبناتي علمه شديد القوى أي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملك شديد قوى فشديد القوى هنا فاعل مؤخر واجب التأخير طبعا لأن المفعول به ضمير متصل والمقصود بشديد القوى عند جمهور العلماء هو سيدنا جبريل عليه أفضل السلام ما مظاهر قوة جبريل عليه السلام ما الذي يدل على قوة جبريل عليه السلام الإجابة أبنائي وبناتي جبريل عليه السلام هو الذي اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قال بها على الأرض هذا بجناح واحد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه وله ستبئة جناح فما بالكم بقوته وقوة بدنه وصاح عليه السلام سيدنا جبريل عليه السلام صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين هلكوا مرة واحدة ولم يستطيعوا الحراق كما وصفهم سبحانه وتعالى كهشيم المحتضر عاملين كده زي الهشيم اللي هو الحاجة اللي جفت الورق الشجر اللي جف وأصبح مرمي على الأرض فتتواطأه البهائم تدوس عليه البهائم فيتهشم ويتكثر ولا يستطيعوا أن يتحرك فهؤلاء أيضا تكسروا وتهشموا وهلكوا هلاكا شديدا حتى لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم هذا الهلاك ما معنى ذو مرة الإجابة أي أنه جبريل يعني عليه السلام فالضمير هنا يعود إلى جبريل المعلم أي أنه ذو منظر حسن ذو مرة يعني ذو منظر حسن أما قوله تبارك وتعالى فاستوى فما معناها يقول ربنا ذو مرة ها فاستوى فما معنى فاستوى والضمير هنا يعود إلى جبريل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قوله تبارك وتعالى فاستوى أن جبريل عليه السلام استقام على صورة نفسه الحقيقي قام في صورته الحقيقية لم يتشبه في صورة أحد آخر وفي هذه الحالة رآه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه خلبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إليه جبريل بالوحي في صورة غير الصورة التي هو عليها في الحقيقة كان ينزل في بعض الأحيان في صورة دحية وهذا صحابي كان وسيما وكان ينزل في صورة رجل حسن زي الحديث اللي رواها سيدنا عمر بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بغض الثياب شديد سوى دشار لا يورى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منه أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفه على فخذي فجبريل في هذه المرة نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية استوى يعني استقام في صورته الحقيقية في صورته الملكية صورة الملك وليس صورة بشر على ما يعد الضمير في قوله تعالى وهو بالأفق الأعلى الإجابة قوله تبارك وتعالى وهو الضمير هذا يعود إلى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى في مطلع الشمس المقصود بقوله تبارك وتعالى وهو بالأفق الأعلى يعني مطلع الشمس أي في أفق الشمس يقول ربنا تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى أبناء وبنات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية على ما يعود الضمير في قوله تعالى ثم دنا الإجابة قوله تعالى ثم دنا أي اقترب جبريل عليه السلام فالضمير هنا يعود إلى سيدنا جبريل ومعناه اقترب جبريل عليه السلام من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أما قوله فتدلى ما معناها الإجابة فتدلى أي أنه بعد أن اقترب زاد أكثر وأكثر في القرب حتى كان بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتدلي هو النزول بقرب الشيء دنا يعني اقترب تدلى يعني زاد في قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه فكان قاب قوسين أو أدنا الإجابة أبنائي وبناتي أن قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أي كان بمقدار قوسين عربيتين أو كان أقرب من ذلك لما قال أو أدنا تنتقل الآيات أبنائي وبناتي وتنتقل المراجعة إلى جزء آخر من أجزاء السورة يقول فيه ربنا تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى السؤال أبنائي وبناتي ما السر في التعبير بقوله تعالى ما أوحى وما المقصود بالوحي هنا الإجابة قوله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى أبهم سبحانه وتعالى ما أوحاه أبهم المفعول به ولم يقل أوحى إليه قرآنا أو أوحى إليه شيئا آخر إنما أبهم سبحانه وتعالى ما أوحاه تفخيما للوحي الذي أوحي إليه عليه السلام ما الفؤاد المقصود في قوله ما كذب الفؤاد هل هو فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أو فؤاد جبريل عليه السلام الإجابة أبنائي وبناتي أن قوله ما كذب الفؤاد يعني ما كذب فؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما معنى ما رأى وما المرئي الإجابة أبنائي وبناتي أن قوله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رأاه بعينه صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه على حق وأن ما رأاه حق ما معنى أفتمارونه على ما يرى وما أصل هذه الكلمة الإجابة أبنائي وبناتي أن قوله دعالى أفتمارونه يعني أفتجاددونه مأخوذ من المراء وهو الجدال أي أفتجاددونه على ما يراه معاينة من المراء وهو المجادلة في الباطل على ما يعود الضمير في قوله تعالى ولقد رآه أي ولقد رآه نزلة أخرى الإجابة ولقد رآه أي رآه محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام نزلة أخرى فما معنى نزلة أخرى قوله ولقد رآه نزلة أخرى أي أنه رآه مرة أخرى فكلمة النزلة اسم مرة لو تفتكروا معايا كده ما كنا بنشرح إن اسم المرة هو الإسم الذي يؤخذ على وزن فعله بخلاف اسم الهيئة هو الإسم الذي يؤخذ على وزن فعله للدلالة على هيئة وقوع الفعل أما اللي بيأتي على وزن فعله زي كلمة نزلة فهو اسم مرة يصاغ من الثلاثي للدلالة على وقوع الفعل مرة واحدة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فما معنى المنتهى ولما سميت الشجرة بهذا الاسم الإجابة أبنائي وبناتي أن كلمة المنتهى معناها موضع الانتهاء أو أن المراد منها الانتهاء فعلا وسميت بهذا الاسم اللي هي الشجرة ذي شجرة المنتهى اللي هي شجرة نبق في السماء السابعة واتكلمنا بكذا يعني نبق لأنها في منتهى الجنة يعني في آخر الجنة ولذلك سميت بالمنتهى وما وراءها لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ما معنى عندها جنة المأوى الإجابة عندها أي أن الجنة التي يصير إليها المتقون يجدون عندها جنة المأوى وقيل تأوي إليها أرواح الشهداء ولذلك سميت بالمأوى ما معنى إذ يغشى السدرة ما يغشى الإجابة إذ يغشى السدرة ما يغشى أي رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام كما كانت هذه السدرة يغشاها ويأتيها ويغطيها العدد الكبير من الملائكة من الملائكة الذي لا يعلم عدهم إلا الله تبارك وتعالى أو يغشاها فراش من ذهب ما معنى ما زاغ البصر الإجابة قوله تبارك وتعالى ما زاغ البصر أي ما زاغ البصر بصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدل عن رؤية العجائب التي أمره الله برؤيتها ومؤكنا منها صلى الله عليه وآله وسلم ما المقصود بقوله وما طغى الإجابة قوله تبارك وتعالى وما طغى أي ما جاوز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر برؤيته أمره الله برؤية شيء فما جاوز ببصره ما أمر برؤيته ما الغرض من قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الإجابة القسم في قوله لقد رأى أي والله القسم يعني الغرض منها القسم فالتقدير والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة في ليلة الإسراء والمعراج رأى أعظم الآيات وأكبر الآيات ولذلك يقول قد رأى من آيات ربه الكبرى فما معنى من آيات ربه الكبرى الإجابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أكبر الآيات ورأى أعظمها تنتقل الآيات نقلة أخرى فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة السؤال اللات والعزة اللات والعزة ومنات هذه أصنام كانت تعبدها القبائل العربية وكلها أسماء لمؤنفات فقد كانوا يكرهون الإناث ويعبدون الإناث كانوا يكرهون الإناث وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وكانوا يعبدون الإناث فكانت أصنامهم اللات والعزة ومنات كلها مؤنفات فاللات كانت لثقيف وكانت ثقيف قبيلة بالطائف وكانت ثقيف قبيلة من قبائل العرب بالطائف وأما اللات والعزة فالعزة كانت لغطفان وأما منات فكانت صخرة تعبدها هديل وخزاعة وقيل أن منات هذه كانت تعبدها ثقيف أيضا وكأنها سميت مناه لأنها تمنى عندها النسائك يعني كانت تراق عندها الذبائح وكانت تذبح عندها القرابين التي يتقربون بها إلى هذه الأصنام ما المقصود بقوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى الإجابة أبنائي وبناتي المقصود بقوله الثالثة الأخرى صفة ذم أي هي المتأخرة الوضيعة المقدار فقوله تعالى وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظلون ما المقصود بقوله ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى الإجابة أبنائي وبناتي ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة هذه القسمة غير العادلة هي أنكم تجعلون لله تبارك وتعالى البنات فتائدون هذه البنات ولا تقبلون تربيتها وتجعلون لأنفسكم البنين وتفضلونهم على البنات ما معنى ضيزة؟ الإجابة كما سبق أن قلنا أن كلمة تلك إذن قسمة ضيزة أي هذه قسمة ظالمة جائرة لا نرضاها ولا نقر بها ما معنى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قوله إن هي إلا أسماء يعني ما الأصمام إلا أسماء ليس تحتها في الحقيقة مسميات لأنكم تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة لها إذ أنها لا تستطيع أن تفعل لأنفسها شيئا فضلا عن أن تفعل لغيرها من المخلوقات شيئا قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها يقال سميته زيدا أو سميته بزيد ما معنى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الإجابة إن يتبعون إلا الظن أي إلا توهم أن ما هم عليه حق وما تهوى الأنفس يعني وما تشتهيه أنفسهم ما المقصود بالهدى في قوله تبارك وتعالى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى الإجابة المقصود بالهدى في قوله وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى الهدى المقصود به الرسول والكتاب فتركوه ولم يعملوا به يقول ربنا تبارك وتعالى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى مَنَوْ أَمْ في قوله أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى الإجابة أَمْ في قوله أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى هي أَمُ المنقطعة يَأَمْ المنقطعة للمعنى بل ما معنى الهمز في قوله أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى الإجابة أن الهمزة هنا للإنكر ما معنى قول الحق تبارك وتعالى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى الإجابة ليس للإنسان يعني ليس للإنسان الكافر فالمقصود بالإنسان هنا الكافر خاصة ما تمنى كان يتمنى أن تشفع له هذه الأصنام يوم القيامة فيقول له ربنا تبارك وتعالى ليس لك ذلك لن تشفع لك هذه الأصنام عند الله يوم القيامة وقيل هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي لأن بعضهم وقف مع بعضه البعض وكان يقول أنه هو أولى بالنبوة وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لو انتقلنا إلى جزء آخر من أجزائي هذه السورة انتقلنا إلى الآية رقم 27 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى تسمية الملائكة المشركين بنات الله يعني الملائكة سماهم المشركين سموهم بنات الله ما معنى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الإجابة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة يعني لا يطلقون على كل واحد من الملائكة تسمية الأنثى لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات الله فقد أطلقوا على كل واحد منهم بنتا وهذه هي تسمية الأنثى المرانة ما المقصود بقوله تعالى وما لهم به من علم الإجابة قوله تبارك وتعالى وما لهم به من علم يعني ما لهم بهذا القول أي بما يقولون من علم ما المراد بالظن في قوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الإجابة إن يتبعون إلا الظن الظن المقصود به هنا هو تقليدهم الآباء ما معنى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الإجابة أي إنما يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتاقن لا بالظن والتوهم ما المعنى في قوله تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وما المراد بالذكر الإجابة فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي فأعرض عن من رأيته معرضا عن ذكر الله أي معرضا عن القرآن الكريم ما المشار إليه في قوله ذلك مبلغهم من العلم الإجابة أي اختيارهم الدنيا ورضاهم بهذه الحياة الدنيا هذا هو اختيارهم وهذا هو منتهى علمهم وهذا هو ما رضوا به في هذه الدنيا ما معنى مبلغهم من العلم الإجابة أي أن هذا منتهى علمهم ما الغرض من قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الإجابة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أي أن الله تبارك وتعالى أعلم بالضال وأعلم بالمهتدي وهذا نوع تحذير ونوع تهديد للكفار طالما أن الله يعلم الضال ويعلم المهتدي فإن الله قادر على أن يجازي كل واحد منهما بما يستحقه من ثواب أو عقاب يقول ربنا تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما معنى بما عملوا الإجابة ربنا تبارك وتعالى أعلم بعقاب ما عملوا من السوء أو أعلم بسبب ما عملوا من السوء بعقابهم بسبب ما عملوا من السوء ما معنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وما المراد بالحسنى الإجابة ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة يعني بالمثوبة الحسنة ويعني يجزيهم بالجنة أو بسبب الأعمال الحسنة التي كانوا يعملونها فالمعنى أن الله تبارك وتعالى إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين ويجزي المسيئ منهم إذ الملك سبحانه وتعالى أهل لنصر أوليائه وقهر أعدائه سبحانه وتعالى ما إعراب الذين في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الإجابة الذين هدى بدل من الذين في قوله الذين أحسنوا في محل نصر ما معنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الإجابة يجتنبون كبائر الإثم أي يجتنبون الكبائر من الإثم لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر ويشتمل على صغائر ما المقصود بالكبائر؟ قالوا الكبائر هي الذنوب التي يكبر عقابها ما المراد بالفواحش؟ وما الفرق بينها وبين الكبائر؟ الإجابة الفواحش ما فحش من الكبائر أي كأنه قال والفواحش منها خاصة والفرق بينهما قيل أن الكبائر ما أوعد الله عليه النار كالشرك بالله وعقوق الوالدين والفواحش ما شرع فيها الحد كالقتل العمد والزنا ما المقصود بقوله إلا اللمم؟ الإجابة إلا اللمم يعني إلا الصغائر ما نوع الاستثناء في قوله إلا اللمم وما مثال اللمم؟ الإجابة الاستثناء هنا نوعه أنه استثناء منقطع يعني حذف منه المستثنى منه لأنه ليس من الكبائر ولا الفواحش لأن المستثنى ليس جنس من جنس المستثنى منه هذا معنى الاستثناء المنقطع ومثال اللمم النظرة والقبلة واللمسة أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية حياكم الله ورعاكم وعلى كل خير نلقاكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة